اشتركوا في القناة وتعلى مدار هذه السنة يمكننا إن شاء الله إلى طول العمر أننا نحتفلوا وبكم ومعكم إعلاميين وفنانة وجمهور وهذا هذا بشكل خصلك خمسين سنة أو نصف قرن فهي كان اختزلها في محطات في هذا المعرض كل صورة تعبر عن حقبة أو عن عمل أو عن منتوج أو كل حاجة فيها فهذه لدينا لهم قراءات ولكل وقت لا يساع باش ندير هذه القراءات فأنتم رأي خضيطوا صور وخضيطوا كذا وتعبيركم رأي حتى التواريخ تعبيركم أنتم كإعلاميين ومساندة ديالكم هي دفعة أخرى نتمنى لنسب قرن آخر إن شاء الله إلى طول العمر سيحمد العبوحة دور كبير في إبراز مجموعة من الوجوه اللي كانت تبؤت مكانة كبيرة فالسترفض المجموعات الغنائية يعني أشنه استرفض وراء العمل اللي خمسين بي خلال خمسين عامة العمل استرفض العمل أنه مهنيين ولدت الحرفة ومشي تصلتنا عنها فبدينا من منذ الخمسينات رحنا في الكشفية الحسانية إلى دار الشباب إلى نأسس الفرقة ديال الإنارة الدهابية إلى نمشي عند المرحوم الطيب الصديقي في 68-72 ومشي ندخل الدوثة مع هذه المحطة خصوصا المحطة المصرح البلادي مع الأستاذ الطيب الصديقي كتعني ما تتعني وكتعني بزاف ومشي نفهد الناج لهذا من اللي حدرنا للفرقة ديالي تقدى مشي نبهاء الطرات ومشي نبهاء المصرح المغني هذا هو على أننا نشخصون نرقصون نحاورون ونبشوف ما هو مغريبي هذا هو أملكة التعامل في مغريبي تركها تبقى ديما حي سيحسن تقدى مجموعة تقدى تحساب البلد الدكرة الخمسين يعني الخروج ديالا أشي ميزية المصار تعد تقدى وفي الواقع قبل يعني ما نقولك شنو كميزها في مصار ديالانا جد مصرور جدا لأن كما نلاحظ أن العمر يمر سريعا ونلاحظ كذلك بأن الأحداث التقافية الكبرى تظل راسخة رغم مرور السنين وأعتبر أن التقدى إلى جانب مجموعات الأخرى بطبيعة العال هي حدث تقافي عرفته السنوات السبعينات يعني نهاية السينات وبدأ السبعينات ما يميز تقدى هي أنها زوجت بين المصرح والغناء طيلة مسيرتها الفنية المصرحية وهذا ما يشفع لها أنها ظلت مؤمنة بالفعلين الغنائي والمصرحي في نفس الآن بل هي الفرقة الوحيدة التي نقلت بعد الأكسسوارات المصرحية إلى الخشبة خشبة المصرح ثم هي الفرقة التي آمنت بأن أب الفنون وهو المصرح هو الفن الوحيد القادر على الموائمة ما بين مجموعة من الفنون الجانبية إذا كنا نعتبرها جانبية أحيانا تصبح هي الأساسية في الفعل المصرحي وتبارك الله يعني هذا أرى الخير والبركة في هذه المجموعة أتمنى الرحمة لكل من غادر المجموعة لأنه ماتوا مننا على الأقل واحد ستة الناس اللي غير كان عرفه أنا وكان آخرهم العراب العراب المجموعة اللي هو سيعمار دخوش رحمه الله في هذا النهار هذا وأطل الله في عمر السحمد وباقي أفراد المجموعة ما تشوش بأن المصر تعتقدك كان مختلف على باقي المجموعة أخرى لأخذنا نس الغوال لأخذنا جيل جلالة وشكينات الاختلاف أم لا كيف طبعاً كان الاختلاف هنا قلت لك بأن اللي جعلت اختلاف الأبقي المجموعة الأخرى هي أولاً أنها ذهبت إلى العيطة مباشرة العيطة دي الحمر دي النواحي مركش اللي هي العيطة الحوزية مشات لها ومنقلتها شبه حدفيرها حافظت على الموتون العيطية ولكن استعملت أشكال وقوالب مصرحية جديدة منها العود مثلاً إدخال بعد كما قلت لك واحد تقنيات المصرحية مثلاً مسرح الدومة هو معروف يعني منذ عصر الإغريق واليونان وضل المصرح في جميع أنحاء العالم يشتغلوا به إلى أن اشتغلت به الفرقة التقادة بشكل ذلك الحصان اللي كان كيركب عليه ذلك العود الدهم كما كنت قلوه أنا اللي كان كيركب عليه العمار وبرقصته المعهودة هذا من جهة من جهة أخرى ونحتل وقفة ديانهم بداخل فوق الخشبية وقفة تتسيم بوقفة مصرحية يبهو نيس في دائري اللي يسهل عمل يتخاطب ما بين الأفراد وهذي مسألة في المصرح كينا بحل كيلو كوتي كور وكوتي جاغدان في المصرح هم انقلوها بهتشكل لأنه ما عندمش كوتي كور وكوتي جاغدان عندهم دائما لمواجهة مع الجمهور فاختاروا هذي مسألة دي للدائرة شبه نصف دائرة تقريباً ويميزهم كذلك الليباس الليباس وما أنهم ذهبوا كذلك بالعمق إلى الليباس المغربي الجلباب بل في الثالث مسيرهم الفنية انتاقلوا كذلك من منطقة إلى منطقة وهم يستعملون هذي الليباس المتنوع ويستعملون هذي الليباس المغربي جاغدان وما يميزوا أن أبقى سميزة جاغدان